اشتركوا في القناة هل هو قادر على ان يكمل الدورة للنهاية وامام كاميرتنا الصباحية هل ستكون اقنعة ام وجوه حقيقية تستخدم الاقنعة كتير بحياتك احيانا حسب شو وباي ظرف هلا احيانا يعني لما بدي تعرض لموقف محرز بدي يتطرح يعني اتخاذنا مو مشاني مشان اراضي الشخص الاخر مبدأ تعامل ما اكثر والاقل اما مع اصدقائي لا على المكشوف يعني تكون عطبيتي الاقنعة الايجابية اكيد الواحد لازم يستخدمها والله انا من جهاتي انسان عفوية يعني اللي بقلبي على الثاني اكيد لا يعني الواحد اهم شي يكون طبيعي وعطبيعته مشان يقدر يتعامل وتواصل مع الناس باريحية لا لا ما فيني استخدم الاقنعة لانه لاح يجي يوم وراح تنكشف انه بيحتاج الواحد بس ما بحب استخدمه كتير شي طبيعي جباري تذكر لي حالة معينة بتستخدم فيها قناع؟ هلا اكيد وقت الحزن يعني هلا لو احنا ما بدنا نلبس قناع الوضل عم بيصير حاليا كلنا كلنا انتحرنا لك بطرنا تظهر ان احنا عم نمشي حياتنا طبيعي ولا كان نصير شي ما حدا بيستخدم الاقنعة عيني بيضطر باوقاتي يكون بكتاب من وجه هلا احيانا الانسان بيعمل مثلا بيضطر يطلع بوجه تاني يتفادى مشلي او يتفادى موقف ما احيانا ممكن انه نستخدمه بس مع العالم اللي تستاهل هلا من الناحية الايجابية اكيد يعني بده يضطر الواحد ما في حدا ما بيحتاج يعني بس مو بكل امور يعني الواحد بيستخدم احيانا اقنعة ايجابية بيكون مضطر اما السلبية يعني حتى لو الواحد حاول يعني بده يبين اجباري لما بتكون مزعوج ممكن تلبس قناع الفرح لحتى ما تتأثر علي حواليك ولا بتضلع طبيعتك على حسب الحالة لما بشوف الكل مبسوط وفيون يتحملوني مثلا انه اي اوكي مثلا بنزعج لا انه تحملوني مثلا انكم مبسوطين فيكم اما اذا مثلا في واحد عنده هم اكبار او كذا بحاول انه ما في شي وانا مبسوط وعادي طبعا لازم الواحد اذا كان في جو فرح ما لازم يعكر على غيره لازم يستخدم هذا القناع مشان يتساير مع هذا الجو الواحد احيان بتطري ساير غيره مشان ما يبين انه هو كتير انه تعبان او هيك بتطري ساير غيره او مثلا كان غيره حزين هو مبسوط ما برح يقدر يبين فرحه قدام العالم اللي زعلاني انه بحاول يساير ويراعي غيره بحاول شوي يغير معهم لانه هنه ما زنبهم يتحملوا اللي انا فيه ما بحب بيين اللي جواتي لحدة يعني انه ما في داعي انه كل العالم تعرف اني متقاتل مع حدا اكيد لي بسقيني على الفرح اجباري لما بدي جامل حدا او بكون مضطرة مثلا بسيني بطريقة ايجابية بسكون هلا زا كنا طلعين بطلع فيها فرح وساعدي لانه لشي خربلي ان طلعطين صلنا على الفرح باو بظل مزعوج يعني بعكرون ماي حتى انبسيط غير قادر انا وقت كون مزعوج بحب هيك انه بظل حالي واذا صادفت اصدقائك يعني عادي لا فرحان ولا مزعوج فيه ناس بستخدم قناعة طيبة وبتخبي بداخلها شي من الحقد انا ما بحب هذا الاسلوب حب تكون مكشوف حكيلي انه انت رجل مصلح جي فانا بتعمل معك مصلحة بحترمك احترمى بحترمك لما بتحكيلي انك طيب وتطلع كالزاد طبعا بدي انسحب وما بعود اصلا يعني بعتبره يعني خلاص هيك انسان اصلا بكون ما عنده لا اصول ولا عنده يعني اخلاقه اكيد بدي بعد وبي اتفادى ان يصير مثله وتعلم منه كيف صاره بالمجتمع هوني بعد ما سقط القناعة عنه انشو كان تردد فعلك وموقفك من حالك ومن الشخص اللي سقط القناعة عنه زالت على الوقت اللي اضيعته معه اقنعة المظاهر والسراء الكاذب شو رأيك فيها هاي الطبقات الفوقية عجنب هدولي يعني مظاهر على الفاضي اتعاملت مع حدا منهم كتير شي طبيعي انت كاشفون بيكشفوا الحال ما في داعا حدا يكشفون الغني الغني ما بيطلع حاله انه غني اما اللي بدي يتصنعها شي فورا بيبين قادر عاكتشاف الاقنعة انت مدائمة انغشيت بناس كانوا لابسين قناعة طيبة والمحبة وبالنهاي طلع فيه بداخلون غير ايه واحيانا بالعكس الشي طبيعي الواهدي لقي انه حدا من بيظاهر له بالمحبة بس هو باطنيا بيكون شي تاني حقد اعمل واحيانا نضطر ان نلبس اقنعة على الدعم العالى بعد ما سقط القناعة اول هيكي موعين على الحياة يعني صنع ننصدم ننزعج بس بعدين تعودنا عادي انه اكتشفنا كتير عالم كانت مثل الرجل المقنع معظم الوجوه ترتدي اقنعة ولو انكشفت لصدمتنا الحقيقة فسنرى المهرج المكتئب والمفكر الضائع وشاعر الغزل الفاقد للحب والداعي التواق للشهرة والغني المحتاج والفقير المستغني ايها القناع كم جملت وجوها مشوهة وكم شوهت وجوها جميلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة